بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطهبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب أن رسالة طويلة من الأخ جمال يقول من هو الإمام أو الأمير أو الخليفة الثاني عشر عندك رسالة طويلة أنا أختصرها يعني يقول حديث متواترة حول الأم الاثنى عشر متواترة حديث متواترة صارت ما كان يعرفوها الشيعة في القرونة الثلاثة الأولى وأنه سواء كان مولود الإمام الثاني عشر ولا ما مولود فأنت ليش تبحث في هذا الموضوع خلى أقرأ لكم الرسالة يقول دع عنك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فأنت لا تؤمن به فلا يحق لك أن تتكلم عنه خلص صادر حريتنا من البداية هناك اثنعش إمام اللطيف فيها الرسالة طريقة التفكير طريقة التفكير و الإمام بالحق المطلق وأنت ما يحق لك أصلا تناكش بعد بالموضوع هناك اثنعش إمام داعش إمام داعش واحد معلومون هم إمام ابن إمام سلسلة طويلة مع عدل حسن سلام الله عليه فهو ابن إمام وهناك أحاديث في المهدي الثاني عشر عند السنة والشيعة واحد يقول ولد والثاني يقول سيولد هل تغير شيء ما في فرق سيولد أو سيولد ما عندنا مشكلة لا أعتقد هو يجاوب الذي يقول إن هناك أئمة من ولدي إمام لازم الإمام تستلسل هكذا عموديا يعني يجزم عقلا يجزم عقلا أن يكون الإمام الثاني عشر مولود حتى رو ما عند دليل وما شاف والحسن العسكري قال لي ما عندي أولاد وأهل البيت كلهم قالوا ما شفنا ولد الحسن العسكري بس هذا ليؤمن بعقيدة معينة الإمام لازم تستلسل لازم يجزم أنه موجود هذا الثاني عشر والذي لا يؤمن بالإمام من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بالإمام الثاني عشر من ولدي فاطم يستمو ابن الحسن العسكري من ولدي فاطم أنت لا تؤمن فإلى جهنم وبئس المهات سأعصب الأخ شوية يعني إذا واحد ما أمن يروح للجهنم ما أمن في نظرية معينة مثلا اللي هي لا من أساس الإسلام ولا في القرآن الكريم ولا النبي يمتحدث عنها فإذن نظريفة أسطورة يجوا وجماعة سووها في القرون المتأخرة فإذا أنت ما أمنت بهذه الأسطورة فإلى جهنم وبئس المهاد هكذا يعني للحكم هذا إرهاب بالحقيقة عقلية إرهابية لكن الأحاديث موجودة مثل الأحاديث قام يدخل الناس بالجنة وطلعهم من الجنة ويدخلهم بالنار لكن الأحاديث موجودة وأنه من ولدي فاطم يعني أنت تريد أن تقول أنه غير موجود أو غير مولود فالإمامة عندها شيعة من أصلها باطلة لقيلة هذا من موجود الإمامة انتهت هي انتهت من قبل 1200 سنة وهذا لا يثبت ما تدعيه لأن التواتر موجود على الـ 12 إمام يعني الأخ سامع لكلمة التواتر وخلص لا بحقك لا باحث لا شعيف لا شايف حديثه وخبر أحد عند السنة وما يدون شنو معناته حديث موضوع والشيعة كانوا جعفرية وكانوا موسوية وكانوا اسماعيلية وكانوا فتحية وكانوا كذا ما كانوا إثنى عشرية ما كانوا يعرفون فكرة الإثنى عشرية ولا يزالون إسماعيلية حتى لا يمعدون أيهمة مستمرين الأمامين تهون بـ 12 واحد ولا بـ 12 ألف ولا 12 مليون ما ندريش وقت تنتيه الدنيا فليؤمن بالوراثة ما يؤمن بالتحديد بـ 12 واحد هذه الفكرة الإثنى عشرية ظهرت في القرن الرابع بعد 100 سنة من وفاة الحسن العسكري بس الأخ عنده هذا كل شيء متواتر هنا المشكلة لواحد ما يعرف شين المصطلحات ولا باحث ولا محقق فيصور كل شيء متواتر وأهل السنة يقولون أن علي والحسن والحسين والسجاد والباكر وكذا إلى آخر واحد كلهم يستحقون الخلافة ويذكرونهم بالاسم راجع أقوال الناس بابن كثير وابن كثير نفسه يؤمن بالمهدي الآن من هو لا يهمنا من هو سالمهدي ما يهمنا مو مشكلة فمن هو الخليفة والإمام والأمير رقم 12 عندك هنا المشكلة يعني إذا قلت لك فلان راح تنحل المسائل راح يصد عندك إمام اليوم إذا قلت لك محمد بن حسن عسكري ومنصوص عليه والله معينه إحنا وظيفتنا شنو؟ وظيفتنا نقود ننتظره كله راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ما يجوز نقوم بأي نشاط سياسي أي نشاط ثوري أي مقاومة أي تدخل بالسياسة أي حكومة كله ما يجوز حرام 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 ألف سنة نحن نايمين بالسراديب زين الآن قلنا لا هذا كلام مو معقول بعد ألف سنة المفروض خلال سنوات واحد يجرب الفكر مو ألف سنة نظل إحنا نايمين على خرافات وأساطير وبعدين نكتشف هذه كانت أشياء مو صحيحة مثلا طيب الآن طلعب عندنا ناس يقولون لك إحنا نواب الإمام العامين أو الخاصين البعض يدعي نيابة الخاصة أو العامة أو بالنص يعني هو يقول أنا نائب عام باعتباري فقيه ومن يعرفه فقيه لا مو فقيه الله أعلم بفقيه هو يدعي يقول أنا فقيه وأني الأعلم وأنا نائب الإمام وأني لازم أصير ولي عليك أنا ولي أمر المسلمين أنا ولي عليك هو يضطي نفس الألقاب وكذا لا أحد من تخبة ولا أحد يحاسبه يقول لك أنا نائب الإمام وأني ولي أمر المسلمين إذا عندك فلوس جيب لي آها وأني لا عند السلطة أنا لازم أعطيك والأحزاب ما يصير واحد يسوي له حزب بالبلد أو يسوي انتخابات إلا أنا أوقع عليها وأوافق عليها وإذا ما وافقت ما يصير فيمتلك أو يحتكر السلطة السياسية والسلطة المالية والسلطة الروحية والسلطة الفقهية ويقول لك أنا الكل في الكل وأنا سيد عليك زيان أبنيا يقول لك أنا يلتقي به الإمام بسررا مثلا بالنص هو نائب عام ونائب خاص يسوون نشاعات حولهم أنه هذا العالم هذا المرجع هذا الكذا يلتقي بالإمام في يأخذ شرعية وأحد بعد أن يقدر يحاسبه ولا يناقشه ولا يسأله ولا يعترض عليه فسألنا ديكتاتورية دينية المشكلة ليش أنا أبحث هذا الموضوع موضوع الإمام المهدي في عدة أضرار عبر التاريخ أضررت الشيعة قبل غيرهم أولا نومتهم وخدرتهم ألف سنة والآن عندما نهضوا هذه نهضة جديدة صار لخمسين سنة تقريبا هذه نهضة جديدة أيضا وصلنا الناس كانوا يدعون السلطة العليا على الناس يحتكرون يسوون ديكتاتورية دينية على الناس المراجع الآن شوفوهم وروحوا شوفوا المرجع تقدرون تسألوه وتحتجون عليه وتناقضوه أو تناقشوه أو لا أقول لك هذا مقدس لما صار مقدس وبس يلبس أمامه صار مقدس بحض الناس بس يلبس أمامه بعد ما تكرت تحكيويا صار ديكتاتور عليك ما تكرت تناقشه وتعترض عليه هذا الشي ثاني الشي الثالث أنه إحنا سوونا نظرية نعش إمام الله معينهم زيان وقرأنا التاريخ بالعكس إحنا اللي وراء القهقرة قمنا نقرأ التاريخ أنه طيب علاقات كانت طبيعية وعادية وأخوية وكلها محبة وسلام بين الإمام علي وبين أوبكر أومر أوثمان فإحنا لا ما يعجبنا هذا الشي لازم نكتب التاريخ من جديد نقرأه من جديد ونكتبه من جديد ونقول لا كانوا أتم عاركي بيناتهم وهم غتصبوا الخلافة من الإمام علي فكانوا منافقين والسلسلة من الأساطير والخرافات بعدين نبدأ بيها أنه غصبوه على البيعة مو بايع هو طبعا جروا من أمامته ودفعوا الباب وكسروا ظل الزهراء وأحرقوا بابها وأسقطوا جنينها ونقعد نلطم ونبتش على قصص خيالية قصص وهمية أسطورية نتيجة هاي النظرية أن ذول الـ 12 واحد الله معينهم وهذا الثاني عشر موجود يعني كلها أساطير في أساطير لا الله معين ذول الـ 12 واحد هم كانوا ناس طيبين مو أنبياء حتى ينزع عليهم وحي مو عينهم أحد ولا هم ادعوا وقالوا إحنا الله عيننا أم وحكام عليكم في أحاديث بفضل اللي ماما علي النبي كان يشيد بشجاعته وكرمه وعظمته هذا صحيح ووصي اللي ماما علي كان وصيه النبي وصيه في شؤون الخاصة مو وصيه على الأمة مو وصيه على الدولة والدين والسياسة وهذه وصيه موجودة تقروه وشوف شنو شنو بيها الوصيه بالتفصيل مذكورة وبقيث الأمة نفس الشي علماء أبرار بس من غالبيهم ونكبرهم ونسويهم مطمعيش لازم نفترض أكبر إمام لما توصل سلسلة وتنقطع بوفاة الحسن العسكري لا ما يصير مو معقولة لازم نفترض الواحد ونطلع لولد من بطن الأرض ونسوفت خرافات وأساطير ونعيش عليها فتدمرنا هالخرافات والأساطير دمرت الشيعة خلال ألف سنة وسوت حاجز بينهم وبين بقية المسلمين لما تقوم تلعان ونسيب وتشتب شوفوا دولة شرازية والولد السباق اللعام في لندن ليش؟ لأنه هل عايشين كلها عن خرافات والأساطير وما يردون يبحثون ولا يحققون ولا يدرسون عايشين مستفيدين ومسوين فرقة في المجتمع ومسوين فرقة بالأمة الإسلامية فنحن نعمل من أجل توحيد المسلمين بعادة قراءة هذا التراث وهذا الفكر نحاول توحيد المسلمين إن شاء الله وأيضا تحريرهم ممن يدعي السيطرة عليهم والسلطة عليهم تحريرهم من الدكتاتورية الدينية باسم الدين تجي يعني وأيضا إنقاذهم من السبات الطويل اللي كان عايشيه ألف سنة ولا يزال بعض الناس يعيشوا حتى اليوم أنه يجب أن ننتظر الإمام ولا نعمل أي ثورة ولا حكومة ولا سياسة هذا الفرق لما نبحث هالأمور ننسيء لأحد ولا ننقص من فضاع الأهل البيت أو نخرج من ولاياتهم على ما يقولون لا هم كانوا في مرحلة معينة وضربوا أروع الأمثلة وسووا ثورات وضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ونحن يجب أن نقتدي بهم ولكن خلص خلينا نتسوي النظامنا الجديد اليوم نعيش بصورة معقولة نتوحد ونتحرر ونبني بلادنا بصورة سليمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر